الأخبار من الرائع أهلا بكم في نشرة أخبار رائع يقدمها لكم معالي الموسى والبداية دوما بأبرز العناوين بمناسبة ذكرى الغزو العراقي الأميرة يبرق شاكرا ومثمنا دعم الحق الكويتي الغانم يؤكد أهمية دروس المحنة الكويتية ويشيد بمواقف الأمير اتجاه الأزمة الخليجية الخارجية تنفي صحة ما نشرته الرويترز حول استخدام المياه الإقليمية لنقل أسلحة للحوثيين خدمة عيالنا تطلق أياد الهيئة العامة لشؤون القصر الخدمية إلى مقرات سكانهما وفي الاقتصادية الجزيرة تحلق عاليا في سماء الأرباح وتحسن مستوى الأداء تصادف اليوم الذكرى السنوية السابعة والعشرون للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت حين اجتاح الجيش العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990 الكويت محاولا طمسى هويتها وتاريخها ووجودها وتشكل هذه المناسبة فرصة لاستذكار ملاحم العز والبطولة وبدأ مرحلة النضال ومرحلة النضال حين اصطف الكويتيون خلف القيادة الحكيمة للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته وبهذه المناسبة بعث أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقيات إلى قادة دول مجلس التعاون الخالجي وإلى رؤساء دول التحالف الدولي لعودة الشرعية الكويتية عبر فيها عن شكر الكويت قيادة وحكومة وشعبا على المواقف المشرفة لهذه الدول ولشعوبها في دعم الحق الكويتي ونصرته والمشاركة في قوات التحالف لدعم الشرعية الدولية لتحرير الكويت ودحر ذلك الاحتلال والعدوان الآثم وأكد الأمير أن هذه المواقف النبيلة لن ينساها الشعب الكويتي وستظل ماثلة في ذكرته بدوره أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أما أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم للكويت فرصة لسذكار بطولات أبناء الكويت من مختلف الطوائف وصمودهم واستخلاص العبارة من تلك المحنة وقال الغانم إن تلك المحنة عززت عند الكويتيين قيم الوحدة والتلاحم مضيفا إن تمسك الكويت والكويتيين بالبعد الخليجي من أهم عبر الغزو العراقي حيث باتوا أكثر إيمانا بضرورة تماسك منظومة مجلس التعاون وهو ما يتجلى في موقف الكويت الحالي بقيادة وحكمة أمير البلاد اتجاه الأزمة الخالجية كما أكد الغانم أن الأمير بقيامه بدور الوسيط النزيه العادل بين الأطراف الخالجية إنما يعبر عن إرادة الشعب الكويتي في مواقفه الحكيمة وهي الإرادة النابعة من تجارب خاضتها الكويت والكويتيين نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية صحة ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية حول استخدام إيران للمياه الخليجية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكد المصدر أن المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة وأنها لم ترصد أي تأنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها وأهاب المصدر بوسائل الأعلام المختلفة تحر الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة على وقع غياب أي تفاعل لبناني رسمي حتى الآن إزاء قضية خلية العبدلي وعدم صدور أي رد إزاء رسالة الاحتجاج الكويتية التي طالبت لبنان بإجراءات الرادعة بحق ممارسات حزب الله العدائية اتجاه الكويت قال النائب اللبناني ولي جنبلاطة إن بلاده كانت بغنى عن عملية العبدلي سيما وأن الكويت وقفت مع لبنان في مختلف الظروف وغرد جنبلاطة عبر تويتر قائلا إن الكويت أميرا وشعبا وقفوا مع لبنان في السراء والضراء وكنا بغنى عن عملية العبدلي أي كان فاعلها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطاليق لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة شددت ميرارا على رغبتها بالحوار وعلى دعمها للوساطة الكويتية وأنها تنادي بالحوار منذ بداية الأزمة الخليجية عبر الوساطة الكويتية ولم تضع أي شروط وقد أعلن الوزير القطري من الدوحة إتمام صفقة قطع بحرية مع إيطاليا بقيمة خمسة مليارات يورو فيما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو أن بلاده لا تريد أن ترى أي تصعيد في منطقة الخليج وتدعم الحوار بين دوله في أشأن المحلي حذر النائب رياض العتساني رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك مما أسماه مسار الحكومة في محاولة تكوين حلفاء جدد على حساب المصلحة العامة مؤكدا أن على رئيس مجلس الوزراء لا يعتقد بأنه بعيد عن المساءلة السياسية إذا استمر على نهجه وقال العتساني في تصريح له إن محاولات ما وصفه بالأصوات الجديدة من متقلبي المواقف الذين كانوا ضد الحكومة ويدافعون عنها الآن رغم عدم تغير نهجها باتت مكشوفة عبر تشويه صورة الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة مؤكدا أن تلك الأصوات لن تثنيه عن مواصلة الرقابة كما شدد على ضرورة أن تطبق الحكومة العدل والمساواة وقوانين الدولة دون ترضيات وأن لا تفكر بالتحالفات السياسية والترضيات وإلا سيتم محاسبة رئيسها فورا ردا على ما أثير حول وجود شهادات مزورة لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أكد وزير التربية وزير التعليم العالم حمد الفارس فتح تحقيقات بهذا الشأن وتشكيل اللجنة تقصي المعلومات موضحا أن من يثبت أن شهادته مزورة سيوقف عن العمل ويحال إلى النيابة وخلال مؤتمر صحفي أكد الوزير أيضا الحرصة على توفير جميع التخصصات الدراسية باللهيئة بما يناسب رغبات الطلبة في تصريح له أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب أهمية خدمة عيالنا الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القصر في تسهيل تواصل الهيئة مع القصر وذويهم وتقديم كل الخدمات والدعم لهم وبمناسبة تدشين الخدمة قال العزب إنها تأتي انطلاقا من نصوص الدستور الكويتي الذي كفل كافة الحقوق للناس سيما رعايتهم وحمايتهم كما أوضح أن الخدمة تتمثل في انتقال موظف الهيئة المعني إلى مقر سكن موعيل القصر وتقديم الخدمات المطلوبة لها بكل سهولة ويسرى هذه خدمة عيالنا أطلقناها اليوم لخدمة أمهات الأيتام عندما يتوفى الزوج تضطر الأرملة أن ترعى هؤلاء القصر وبالتالي هذه باكورة الأفكار التي تبنيتها شخصيا ويدني فيها مجلس إدارة بصفتي رئيس مجلس إدارة شؤون القصر وكما قلت الحمد لله الذي مكن هذا اليتيم أن يصبح وزيرا ورئيس مجلس إدارة شؤون القصر والحمد لله الذي مكنني أن أكون خادما لكل يتيم في دولة الكويت ترعى شؤون القصر وبالتالي واجبنا هو خدمة من نقوم على رعايتهم وهذا ليس فيه مننا فرعاية النشوة هي حقوق دستورية كفلها الدستور وبالتالي كما قلت سنذهب لهم إلى بيوتهم برأس مرفوع نقدم لهم الخدمة ونكون نحن الشاركرين لأنحبان الله هذه النعمة وهي رعاية الأيتام وكفالة الأيتام خام الكويت يقترب من حاجز الخمسين تابعونا في صفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير من جديد أهلا بكم كشفت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية للفصل الثاني من العام الجاري محققة أرباحا تشغيلية بلغت مليونين ومئتي ألف دينار مرتفعة بنسبة 23% عن الفترة ذاتها من العام الماضي وقالت الجزيرة إن النمو القوي في أداء الشركة جاء مدفوعا بزيادة معدل الإشغال وتحسن في تنظيم وتخطيط الشبكة وتطور المستمر في خدمة المسافر من خلال تجشين خدمات وخطوط ومرافق جديدة كذلك وأوضح رئيس مجلس الإدارة مروان بودي أن الجزيرة تمضي قدما لزيادة قيمة حقوق المساهمين مؤكدا أن النمو القوي في أرباح الفصل الثاني يأكس الالتزام بزيادة قيمة حقوق المساهمين كما أنه حسن من نتائج الشركة لنصف الأول بعد أن شهدت تراجعا في الأداء المالي خلال الشهور الثلاثة الأولى نتيجة لعوامل خارجية أبرزها تباطؤ الاقتصاد الكلي وإسمرار الزيادة المفرطة في الطاقة الاستعابية المعروضة في السوق أنهت برصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض ضافية المؤشرات الرئيسة والسيولة متواضعة وسط هدوء في أتدولاته بعد النشاط وضخ السيولة خلال الجلسات السابقة وقد أغلقت السوق جلسة اليوم على تراجعها بلغ ثماني عشرة نقطة وسبعة عشر نقطة للمؤشر السعري ونحو ستة عشر نقطة للوزنية وأربعة عشر نقطة لمؤشر كويت خمسة عشر فيما بلغت قيمة الأسهم المتدولة حتى ساعة الإغلاق نحو تسعة ملايين ومائتي ألف دينار كويتية قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر إن عملية التشغيل الفعلي لإنتاج النفط الثقيل ستبدأ نهاية العام المقبل فيما سيرتفع إنتاج الشركة من الغاز الحرة من مائتي مليون قدم مكعب حاليا إلى نصف مليار قدم مكعب نهاية العام الحالي من جهة أخرى ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خمسة وأربعين سنتا في تداولات أمس ليبلغ مستوى تسعة وأربعين دولارا وثلاثين سنتا وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات أمس بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بنحو مليون وثمانمائة ألف برميل نيمار إلى باريس تفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد فاصل قصير من جديد أهلا بكم أبلغ المهاجم البرازيليو نيمار زملائه بقرار الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بحسب ما أفاد متحدث باسمه اليوم وذلك بعد أسابيع من تقارير عن انتقاله إلى باريس سانجرمن الفرنسي وحضر نيمار إلى مقر تدريب التابع للنادي الكتالوني صباح اليوم وغدر بعد وقت قصير فيما أفاد المتحدث بأن اللاعب حضر إلى التدريب كما كان مقررا لكنه أبلغ زملائه أنه سيرحل قال المدير الفني لفريق ليفاربولا الإنجليزي لكرة القدم يورغين كلوبين بإمكان فريقه الفوز بلاقب الدور الممتاز عقب ما أسمه بسوء الحظ خلال الموسم الماضي وشهد الموسم الماضي بداية قوية لليفاربولا حيث كان الفريق بينه وبين المتصدر تشيلسي في يناير 6 نقاط فقط لكن الفريق ابتعد عن المنافسة على اللقب بعد أن فاز بمباراة واحدة في الدوري في يناير وفبراير وأنهى المسابقة في المركز الرابع بفارق سبع عشرة نقطة عن تشيلسي الذي أحرز لقب البطولة وإلى هنا وصلنا معكم لختام النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر